أهلا بكم وإلى العنوي البنتاجون يؤكد أن داعش استخدم أسلحة كيميائية ضد قوات البشمرقة الشمالي العراق واشنطن تتراجع عن تصريحاتها بشأن تقسيم العراق وإيران تتهمها بالتدخل في شؤونه استكمالوا الاستعدادات لإحياء الذكرى التاسع على انتصار المقاومة على إسرائيل في وادي الحجير جنوب لبنان كان يبدأ زيارة تاريخية إلى هافانا هي الأولى لوزير خارجية الأمريكي منذ سبعين عاما أهلا بكم أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن التنظيم داعش استعمل الأسلحة الكيميائية الشمالي العراق ضد قوات البشمرقة الكردية وقال ممثل البنتاجون في مقابلة مع قناة تي بي اس الأمريكية قال أن البنتاجون يؤكد صحة الأنباء عن شرن التنظيم هجوما مباشرا على القوات الكردية باستخدام الأسلحة الكيميائية وكانت مجلة بلد الألمانية قد أعلنت استنادا إلى تقرير سري للجيش الألماني أن عناصر داعش استخدموا سلاحا كيميائيا ضد قوات البشمرقة في خلال معارك مدينة مخمور ما أدى إلى إصابة ستين مقاتلا كردية ومن جهة ثانية قال المتحدث الجديد باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن رؤية بلاده تجاه العراق واضحة ولم تتغير مؤكدا أن تقسيم العراق ليس ضمنها وفي تعليق على تصريحات رئيس الأركان الأمريكي الجنرال رايموند أوديرينو بشأن تقسيم العراق قال كيربي أن واشنطن لا تدعم إلا الحكومة في بغداد برئاسة حيدر العبادي ومن جهته قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن مسألة تقسيم العراق غير ممكنة وأشار معصوم في تصريحات له إلى أن التقسيم إلى دول أو دولات أو ولايات قضية لا يزال فيها خلط كبير وأكد أن الرؤية الأمريكية معلنة تبقى لنظرية نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا تصل إلى تقسيمه وكان الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وصف التصريحات الأمريكية بهذا الخصوص بأنها غير مسؤولة معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن إيران تدعم وحدة الأراضي العراقية ووحدته الوطنية عبد اللهيان رأى أن تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي تدخل سافر يناقض عملية السلام والأمن في العراق والمنطقة وأضاف أن أزمة أو مشكلات العراق ستزداد بلا شك في حال تجزئته مشيرا إلى أن التدخلات والسياسات الأمريكية الخاطئة في المنطقة والعراق هي السبب في إيجاد مشاكل حقيقية فيه الحديث عن تقسيم العراق يعيد إلى الأذهان خطة بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقليم كيف يتعارض هذا التقسيم مع الواقع الديمغرافي الحالي للعراق مع أحمد عبد الله أهلا بكم رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال رايموند أوديرنو ليست جديدة فالعمل على تقسيم العراق وفق الحسابات الأمريكية بدأ عام 2006 وفق خطة طرحها العضو في مجلس الشيوخ أنذاك جوزيف بايدن وتقضي بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقليم سنية وشيعية وكردية مع الإبقاء على العاصمة بغداد يستأثر الأقليم السني المفترض بحسب الخطبة أو ما يعرف بطرح بايدن بالمساحة الجغرافية الكبرى فهو يشمل محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالا والجزء الجنوبي والغربي العربي من كاركوك أي ما يمكن تقديره بتسعة وأربعين بالمئة من مساحة العراق يقابل هذا الأقليم السني أقليم شيعي مفترض يشمل محافظات بابل والنجف وكربلاء وذيقار والقادسية والبصرة وواسط وميسان والمثنة وهي تمثل نحو ثلاثين في المئة من مساحة العراق الإجمالية يضاف إلى هذين الأقليمين أقليم كردستان الذي يمتد على مساحة ما يقارب العشرين في المئة لكن الطرح بايدن الذي يقوم على أساس طائفي يتجاهل التوزيع الديمغرافي الحالي في العراق ويتناسى مكونات كثيرة أخرى في المجتمع العراقي كالمسيحية والصابئة والأيزيدية والقومية التركمانية المشروع يتغاضى أيضا عن ذكر المناطق المتداخلة طائفيا إذ لم يتطرق إلى مصير السنة في البصرة وفي محافظة واسط وفي بابل وذيقار كما أنه لم يتطرق إلى وضع الشيعة في ديالة ونينوى وصلاح الدين وغيرها من المناطق يضاف إلى هذا التداخل الديمغرافي تداخل في توزع القوى العسكرية حيث ينتشر الجيش والحشد الشعبي في صلاح الدين وبمناطق سامراء وبلد والدجيل ومحيط تكريت وفي الأنبار بمناطق حصيبة والسقلوية وأطراف الفلوجة ومحيط الرمادي الشرقي والشنوبي فيما يمتد داعش في الأنبار بمناطق الرمادي والفلوجة وهيت وعانا وراوة وكذلك في الشرقات شمال تكريت ومرتفعات حمرين عند منطقة الفتحة وأطراف بيجي أما البشمركة فيتتولى حماية المناطق الكردية شمال العراق وكانت سيطرت قبل أشهر على إحدى عشرة وحدة إدارية في نينوى أهمها مخمور والقوش والكوير وزمار وربيعة الأركان الأمريكية التي تعود إلى المطالبة بتقسيم العراق ترى التقسيم أفضل الحلول الممكنة لمواجهة داعش لكن داعش يستند إلى سياسة الأمريكية في تمدده في العراق والمنطقة قاسمع ستين جنرال البونتاجون رايماندو أوديرنو الذي يدعو إلى تقسيم العراق يبوح في نهاية ولايته بما تلهج به وزارة الدفاع وطيف في الإدارة الأمريكية رئيس هيئة الأركان المشتركة مارتين ديمبسي الذي ذهب إلى بغداد الشهر الماضي في زيارة مفاجئة تحدث عن تغيير قواعد اللعبة إذا لم تفلح الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة داعش قبله أوضح جو بايدن ما بدأه الحاكم الأمريكي بول برايمار في تفتيت العراق إلى أقاليم شيعية وسنية وكردية ولم ينقصها سوى إعلانها دولا على غرار التقسيم الأمريكي في غسلافيا وأوروبا الشرقية لكن الإدارة الأمريكية تثير تقسيم العراق مرة بعد أخرى بدعوى مواجهة داعش بينما انفجر الإرهاب في العراق والمنطقة نتيجة انهيار الجيش ومؤسسات الدولة وتوزيعها محاصصة بين الطوائف والأعراق ولا تبدو دعوة التقسيم اليوم كسابقاتها فما تتناقله الدراسات الأمريكية عن مراكز الأبحاث المقربة من البونتاجون تفيد بأن الجيوش الأمريكية تراجع ما تسميه خطأ الانسحاب من العراق الذي وصفه أحد العرب بأنه جريمة توازي جريمة الاحتلال في هذا السياق ربما يتحدث الجنرال أوديرنو عن إمكانية عودة جنود أمريكا ولعله يتوقع أن تستغل الإدارة الأمريكية انقسام الكتل السياسية العراقية بشأن الإصلاحات ومكافحة الفساد أو أكثر من ذلك في توظيف الاحتجاجات على سوء الخدمات الاجتماعية لتعويم القيم الأمريكية بين بعض الناشطين في تنصيق التظاهرات الذين يميلون إلى إعفاء الإدارة الأمريكية من مسؤولية تفتيت العراق وانهيار الدولة بحسب بعض نقاشات التواصل الاجتماعي التي تنظر فيما هو ظاهر بأشخاص المسؤولين من دون جذوره في العمق العراق بوابة المنطقة في السراء والدراء لكنه النبض من القلب عثرت قوات البشمرقة شمال جبل سنجار في العراق على بقية من ثلاث مقابر جماعية تعود لأيزيديين قتلهم تنظيم داعش العام الماضي رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان جيرفان بارزاني حضر مراسم الدفن مع عدد من المسؤولين الكرد وممثلين للأقلية الأيزيكية شهدت ضواحي مدينة دياربكر جنوب تركيا جنوب شرق تركيا اجتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني الاجتباكات أدت إلى مقتل جندي تركي وعدد من عناصر الحزب وسائل أعلام تركيا ذكرت أن ثلاثة جنود جرحوا إثر انفجار لغم زرعه عناصر الكردستاني في ضواحي مدينة كارس أفاد مراسل الميادين في نيويورك بأن البيان الرئاسي في مجلس الأمن المتعلق بسوريا بات في حكم الملغة بعد تمسك فنزويلا بالاعتراض على فقرة تتعلق بالسلطة الانتقالية ورأت فنزويلا أن الأمر شأن داخلي سوري مراسل الميادين أفاد بأن البيان يتضمن ضرورة تضافر جهود الحكومة والمعارضة السوريتين في محاربة التنظيمات الإرهابية وهي المرة الأولى التي يوجه فيها المجلس دعوة مماثلة أبرم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء وشيخ عشائر من مختلف المحافظات السورية سكى وثيقة عهد وطني الوثيقة تتضمن تحريم الدم ونبذ المتورطين بالجرائم وحمل السياح السلاح ودعوة الأهالي الذين هجروا للعودة إلى بيوتهم محمد الخضر والتفاصيل اجتماع موسع لشيخ عشائر ومشيخة طائفة الموحدين الدروز في السويداء لقاء يتوج اجتماعات وتحركات مكثفة لوأد الفتنة والحفاظ على صلابة المجتمع المحلي طاولة مستديرة للإعلان عن الوثيقة انطلاقا من تحريم الدم والحفاظ على أمن المجتمع وإعادة المهجرين أكد جميع حرصهم على الاستقرار الأمني والمجتمع في معافظتهم والحفاظ عليه ويتحمل كل منهم مسؤولية ضبط وأمن وساطه الاجتماعي أمن وساطه الاجتماعي يعتبر كل من عمل السلاح بوجه الدولة مرفوضا ويتبرأ منه جميع من وقع على هذا الصدق دور كبير للمرجعيات الدينية والعشائرية في نزع فاتيل الأزمات تركيبة المجتمع في جبل العرب جعلته في منع عن لهيب نار الحرب السورية والسك كلها وقعت عليه والسك هذا سك عشائري إحنا من زمان أهلنا وجدودنا يوم يصير خلاف بين عشيرة وعشيرة نسوي هذا السك وكل الناس تلتزم به وإنه أي شيء يرجعون للقضاء يرجعون للدولة تجاوزت المحافظة محاولات اللعب على وحدة مجتمعها قرار الوثيقة يحمل بعدا وقائيا يقول المشاركون مستفيدين من دروس الأشهر الماضية إحنا كل ياتنا إذا ما حمينا سوريا بيديني مع بعضنا البعض سوريا ما تنحمل لأن سوريا بدأ أهله بدأ عقاله بدأ اللي عندها مضمائر حية يتماسكوا مع بعضهم البعض إحنا السوريين مهما كانت الظروف السوري ما يضيع السوري آخر شيء يرجعون للوطن أنهى المجتمعون لقاءات طويلة خطوة كبيرة لدرء الفتنة الرهان اليوم على نجاح العهد وتعميمه إلى مناطق سوريا أخرى إشراف مشيخة العقل وشيوخ العشائر على وثيقة العهد الوطني يعطيها قوة تنفيذية كبيرة خصوصا وأن مجتمع جبل العرب تحكمه العراف والتقاليد التي تسري أيضا على أبناء العشائر حمد الخضر من السويدة جنوب سوريا الميادين يطل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في مهرجان الانتصار اليوم من وادي الحجير هذا الوادي الذي تحول إلى مقبرة للدبابات الإسرائيلية في حرب 2006 جمال الغربي ترجمة نانسي قنقر هنا وادي الحجير هنا أرادت إسرائيل في الأيام الأخيرة من حرب تموز 2006 أن تحقق إنجازا معنويا وتصل إلى دفاف نهر الليطاني إلا أن رجال المقاومة حولوا أمنيات ألوية النخبة الإسرائيلية إلى سراب هنا أطحى الوادي مقبرة لعشرات دبابات المركافة وهنا نداءات الاستغاثة لجنود الجيش الإسرائيلي تغط على أصوات صواريخ المقاومة ولوادي الحجير رمزية في أحياء ذكرى الانتصار كان القرار لأن وادي الحجير دخل بعنوانه العريض في حرب تموز 2006 حيث كسرت إرادة العدو الإسرائيلي ودمرت دباباته بفعل دربات المقاومة وتحطمت أهدافه فاضطر إلى التقهقر والتراجع وإعلان عجزه يترقب الجميع إطلال تلامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وما سيطلقه من مواقف إلا أن ما سيميز الاحتفال هذا العام محاكاة ميدانية ينفذها رجال المقاومة إضافة إلى بقايا لدبابات المركافة التي دمرها المقاومون في مكان الاحتفال فيما يتوقع المراقبون مشاركة شعبية حاشدة مثل ما كانت تحية المقاومة لإلنا باختيار هذا المكان تأدير لإلنا نحن لازم نثبت لقيادة المقاومة أنه ما زلنا على العهد ما زلنا على الوعد سنبقى مع المقاومة بتضحياتنا بجهودنا ثم تنمزية تاريخية لتلك المنطقة فكما شهدت إبان الاحتلال الإسرائيلي مواجهات والتحامات كانت في أوائل القرن الماضي منطلقا لمقاومة الاستعمار الفرنسي ولرفض تقسيم الوطن العربي تسع سنوات وما زال الوادي يضج بهمهمات صيدي النصر يساوبون صواريخهم إلى رفوف المركافة الهائمة في حقل رماية سلوا أشجار الزيتوني وسلوا الصواقية والوداية عن ثلة من رجال خبروا عدوهم وعدوا له فكانوا أجدر من يليق بهم الانتصار جمال الغربي واد الأحجار جنوب لبنان الميادين الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة أسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد أما محور المقاومة فقدم نموذجا نادرا عن التعاون والتنسيق عسكريا استراتيجيا وسياسيا وأسس للمواجهة الواحدة علي هاشين المواجهة هي الخيار والقرار والبوصلة هما كذلك منذ أن كان مكان في ذلك اليوم من تموز 2006 الرابعة عشر من آب في مثل هذا اليوم شهد العالم سقوطا مدويا لمشروع حرب بدأت بقرار مبيت وانتهت إسرائيليا بشطر من بيت شعر لنزاق باني لو كنت أعلم خاتمتي ما كنت بدأت فشلت إسرائيل في هزيمة محور المقاومة عسكريا إنجلت الغبرة عن فشل إسرائيلي تام في تحقيق أي من الأهداف المرسومة على لائحة الحرب كان النجاح الأول للمقاومة في بقائها والنجاح الثاني في قدرتها على الصمود والثالث في إصابة الإسرائيليين في مقاتل عدة والنجاح الرابع في إسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد أما محور المقاومة فقدم نموذجا نادرا عن تعاون وتنصيق وتناغم عسكريا استراتيجيا وديبلوماسيا إيران وسوريا وحزب الله بدأوا منظومة مترابطة وبدأ هذا الترابط واحدا من عوامل الانتصار صحيح أن الحرب انتهت لكن المواجهة لم تنتهي مع آخر رصاصات آب 2006 بدأت تظهر أولى خطط المواجهة الكبرى لم يطل الأمر حتى اشتعلت سوريا بدت المنظومة مجددا مترابطة متوازية الكل للواحد والواحد للكل ظهر داعش وأخواته وزاد الضغط وبدل الجبهة الواحدة مع إسرائيل اشتعلت على طول الحدود وفي داخل البلاد جبهات مجددا ظهر الشرق الأوسط الجديد شرق أوسط على قياس داعش الذي لم يكتفي بعين العراق وشين الشام فامتد إلى الخليج واليمن ومصر وليبيا وتونس تحولت المواجهة من خيار كفائي إلى قرار حتمي بدل الجميع حتى أولئك الذين كانوا على المقلب الآخر أن الأمر وجودي أنه لا خيار سوى المواجهة الشاملة ترجمة نانسي قنقر زيارة تاريخية يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم إلى العاصمة الكوبية هافانا وسيترأس كيري مراسمة لرفع العلام الأمريكي على السفارة الأمريكية التي أقيمت فيها مراسم واستعدادية للحفل وستكون هذه أول زيارة لوزير خارجية أمريكي لكوبا منذ سبعين عاما كيري قال أن التغيرات العملية في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة لن تحدث في ليلة واحدة وأشار إلى أن التحول في علاقات البلدين سيبدأ من خلال عدة خطوات أولا وقبل أي شيء أنها لن تغير شيئا بين عشية وضحاها أعتقد أنه علينا أن نبدأ عملية مقارنة لأربعة وخمسين عاما مضت بما سوف يتحقق سنبدأ في رؤية التحول المزيد من الناس سيسافرون سيصبح هناك المزيد من الصرف وعائلات كثيرة ستستعيد التواصل نأمل من حكومة كوبا أن تأخذ قرارات من شأنها أن تبدأ في تغيير الأمور احتفل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بعيد ميلاده التاسع والثمانين مع الرئيسين الفنزولين نيكولاس مادورو والبوليفي إيفو موراليس الذين أجريا زيارة مفاجئة إلى هفانا كاسترو احتفل في وقت سابق بعيد ميلاده عبر كتابة عمود في صحيفة محلية انتقد فيها الولايات المتحدة وحملها مسؤولية تعطيل الاقتصاد العالمي لمصلحتها اشتركوا في القناة هتافا سياسيا يبدو وأغنية حب يكون أغنية ضمن مهرجان تكريمي كل أضوائه سلطت على كاسترو اجتمع الكوبيون بالألاف وبالمحبة والامتنان جمعهم رجل واحد بأعوامه التسعة والثمانين الزعيم الملتحيذ الحضور الطاغي في قلوب وأدهان الكوبيين أثبت أنه ما زال يتربع في مكانته الخاصة لدى أحد عشر مليون شخص من سكان الجزيرة الكاربية حتى بعد تنازله عن الحكم عام 2008 بعد تسعة واربعين عاما من رئاسة البلاد نتمنى له الصحة والسعادة كما كان حالنا معه دائما إنه شخص بعيد نظري جدا استطاع معرفة الأشياء الجيدة التي حدثت لنا مسبقا وكذلك الأشياء السيئة التي تحدث في العالم الآن بوليفيا شركة النضال والتاريخ شارك رئيسها في الاحتفال وجاء إيفو موراليس إلى كوبا لزيارة كاسترو في منزله المتواضع على المشارف الغربية لهافانا حيث يعيش مع زوجته وبالقرب من أبنائه وأحفاده وحيث يدرس إلى الآن ويكتب ويستقبل زواره نأتي إلى هنا بمحض إرادتنا للمشاركة بعيد ميلاد فيدال كاسترو نهني وأخان فدال وحكومته وجميع الشعب الكوبي فنحن أسرة واحدة نتشارك سوية الاحترام والتقدير كاسترو الحريص على الابتعاد عن عيون العام في نشاطاته اليومية ظل قريبا من قلوبهم بتاريخه الشهير كأكثر الشخصيات ثورية في أمريكا اللاتينية وبقي قريبا من نبض الشارع ومحاطا بروح الناس أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية نبدأها مع صحيفة البناء اللبنانية نقرأ فيها السعودية غضبت فأوعزت فأشعل بطرسفة إلى حرب التلويح بإسقاط الحكومة السفير السوري تحيات الأسد لعون والإيراني التدخلات الخارجية وراء الفراغ نصر الله في ذكرى الانتصار النصر على الإرهاب تتمة آخر جولات تموز وفي صحيفة البناء أوغلو يعلن فشل تشكيل حكومة تركية اشتباكات في الديار بكر وأغلاق مناطق فيها كاري الظواهر يبيع قائد حركة طالبان الجديد من صحيفة البناء اللبنانية إلى صحيفة الوطن العملية نقرأ فيها في الشأن العراقي العراق ينتقد تصريحات أمريكا حول التقسيم ومفخخة تحصد أربعة وخمسين قتيلا سوريا مستعدون للحوار مع المسلحين إذا توحدوا وفي الوطن العمانية واشنطن تحتج على زيارة قاسم سليماني لموسكو إلى الدستور الأردنية نقرأ فيها أيضا في الشأن العراقي البنتاجون تقسيم العراق هو الحل الوحيد 76 قتيلا وأكثر من 200 جريح في تفجير لداعش 6 إصابات بسقوط قضيفة من الجانب السوري على الرمثة وعلونت الدستور الأردنية الأونر وتقرر غدا بشأن بداية العام الدراسي الجديد في صحيفة الشرق الأوسط في الشأن اليمنى صنعاء في انتظار ساعة الصفر المتمردون ينهبون المركزي وصالح يصف حلفائه بالغباء في الشأن العراقي نقرأ في الشرق الأوسط يبدو أن هناك خطأ الآن نضطر إلى قطع هذه الجولة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر